القادر والقدير والمقتدر ثلاثة أسماء شريفة من أسماء الله عز وجل تدور على معنى واحد وهو إثبات كمال القدرة للرب جل في علاه القادر القدير المقتدر هذه الأسماء وإن اختلفت في لفظها إلا أنها تتفق في دلالتها ومعناها في إثبات صفة القدرة لله عز وجل وإثبات أصل من أصول الإيمان إنه القدر الذي لا يطيب إيمان أحد ولا يستقيم له يقين إلا بأن يؤمن بقضاء الله وقدره فهذه الأسماء الشريفة من أسماء الله الحسنى تدل على هذا المعنى وعلى هذا الأصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر فهذه الأسماء الكريمة بكل اشتقاقاتها تتفق على إثبات صفة القدرة لله عز وجل